الشوت الاول ده خالص وبصي المحسن في الشوت التاني اللي جاي حتلاقي محسن تاني خالص يعني هتعملين ان شاء الله حلعب بقى اداء مختلف فرقنا ابو تريك ابو تريكا ابو تريكا مين مش ده بتاع الزمالك ده عمك البنين اللي جابهم في امبي دول اوف سايت وطلعوا قاود كمان بس الحكم عداها وجابوها في الاعادة وفي الاعادة انفادة وده احنا بنعيدهم يا خوفي لنخوش شوت تالت وشوت رابع شوت تالت ورابع ايه ده انت الهدف الزهب الوحيد اللي في حياتي اللي بلعب عليك والعلمك بقى انا لا عايز لعيل ولا تايل اي نعم انا كان نفسي في الخطيب التاني وتجبلنا عيلين كده في بطن واحدة زي عبد الوهب السيد ومحمد السيد ورسل مرمى بتاع الزمالك دول بس خلاص الاحتراف دلوقتي ما خلاش نفسي في اي حاجة هو عيل صغير اجيبه في مدرسة الكرة واقعده معايا هنا ودربه سنتين وابيقه واكسب فيه وابقى زي الفل لا وانت بيع قوي بس النهاردة معجاي شاري يعني خلاص يا محسن طلقت الست الحايزبونة دي خطفت الرجالة اهياناري السموية مش لها ما تكمليش خدت الكارت الاحمر وحتقعد على الخط ماتشين يعني هتنزل تلعب داني لا ما فيش لعب تاني ما فيش فروت في حياتي غيرك يا جميل يعني خلاص يا محسن هنسبت التشكيل ده ومش هتحن للي احتياتي يا حفظ لها لعب ديكي طول حياتي بتسمعيني بالمناسبة الحلوة دي ديكي السيمونير لا اطريقي صفارتي بداية امر قول لي يا عادة ايوة ما اقول لي كيه بالظبط انت بتحب سنة يعني عايزة الرد ده بحبها كأختي ولا كإنسان يعني هي حتفرق ايوة يعني الرد اللي انت عايزة مني دي عايزة ان هي كإنسانة ولا كمثلا واحدة معدية ايوة خلاص ما تقولي عادل طيب يا ماما يعني انت عايزة رأيي ده بحيث ما يطلعش بره ولا هيطلع بره يا خرابي يا خرابي انت ديكي خلقي ايوة يا ماما ما لازم اعرف ايه المواصفات بتاعت الطلب اللي انت طلبها يعني انت عايزة تعرفي رأيي في سنة اكيد طبعا ببكرة هاش يا ماما كأختي لكن لو انا انسان معدي وهي انسانة مثلا جارتي زملتي يعني بتحبها يبقى حسك ده بقى مش نفسك تأمن مستقبل اختك طبعا يا ماما نفسي يبقى لازم ناخد احتياطاتنا عشان اللي حصل لها مع محسن ما يحصلش تاني واللي اتلسع من الشربة اه معروفة دي اللسانه بيوجعه يبقى لازم ناخد احتياطاتنا نقطع لها لسانها يا عادل اتكلم عيد الامال خلاص نشير الشربة من قداما طب انا مش هتكلم في حاجة تاني معي يا ماما انت عارف يا ماما موقفي من هباب محسن ده لا بطيق ولا عايز اشوف كلقيته بما انه بقى هو اللي جه وبيتحيل علينا لازم نشرط ونتأمر عليه كمان وان كان لك حاجة عند الكلب اه اقول له يا محسن معروف شوف بقى الراجل لما يدفع دم قلبه في الجواز يجي يفتكر الايمة ويقول يمين الطلاق الكلام يوقف في الظهره صح يا ماما خلاص انا بقى هعمله ايمة خمس صفحات فلوس كان يفتكر بقى المؤخر يعمل خده مداس حلو يبقى وفرنا سجاجيد برضو يفتكر الشقة يجيب ورا بس ونكون احنا بنشو لحمة مسلا وراه ولا حاجة يقوم هو راجع على السياخ مخلاص منه فهمت بقى يا عادل انعوزة ايه طبعا يا ماما فهمت ده انا شوي زي الخروف مقدم ومؤخر وشبكة وشقة ينهارس وحده ده حبيبي محسن ده انا ما هسدق ان تأمنه وبكده نبقى امننا مستقبلها اه ودمرنا مستقبلها يعني انت عايزنك تبلقى الشقة وقاية متلعفش واتعورني في تلاتين الف جنيه مؤخر هو كده عاجبك ولا مش عاجبك انا يا ابو ناسعي ايه ده وفق تعقول كده اه بس في حاجة كده مش مظبوطة في خصوص التلاتين بقى كله ما ينقصوش مليه معاجبك ولا مش عاجبك يا عم انت اختك ما بتحبش رقم تلاتين احنا الشوط عندنا في الملحب خمسة واربعين دقيقة الحاكم بيحط عيوم خمس دقايق بدل استقبال كده يعني كله خمسين خمسين الف جنيه مؤخر أنا كان قصدي خمسين ألف يعني أنا بس قصدي كنت حسيبها تلاتين على مارش الباسكت مش كرة القدمي بقى خمسين ألف جنيين يظهر إنك نسيت قواعد اللعبة لا ما نسيتش أنا لعيبه لعيب جامد طب شوت كده؟ هشوت العزمة في إيديها العزمة والشبكة كمان في إيديها إيه إيه طيب مش معقولة هتدخل على عفشة قديمة أنا ما حبش المارشات المتسجلة لازم العفش يبقى جديد يعني على الهوى مباشرة حنزلها ستاد دوميار تنقل نابوليا اللي هي عايزها نعم الكسوة كسوة إيه؟ كسوة إيه؟ ما تبقاش لعيب محتار في خد الكرة ودخلت بيها على الثماناشر روح تراجع تاني النص المارشة ومع ذلك كل أنواق الكسوة المدارس دخول الأعياد كل ده عندي ماردة مناسب تعبت صح؟ نعملها في طائب لمونة حتى يا عدولة بقى لك كتير ساكت وفاضل دقيقة والماتشي اخلص ايوا بس الجن بيجي في لحظة بردك الماتشي مقري واللعيبة تعبالي قصدك ايه ما بتكلمش عن الماتشي ده انا بتكلم عن الماتشي من التلفزيون طيب بص بقى من الاخر هتكتب على نفسك وصل امانة بمليون جنيه عشان لو فكرت بس يوم تدايق سناء هرفع عليك قضية بوصل الامانة ده واحبسك لا لا كده بالي وكرت احمر كمان هتكتب على نفسك وصل امانة بمليون جنيه سمعت سمعت اخوك عايز يعمل فيه ايه عايز يجيبلي رباط صليبي اصابة تعجزني عن الملاحي بعد الشر عليك يا محسن وهو ازي يطلب منك طلبات زي دي ده كل اللي بيحصل ده ما يجيش حاجة في الماتش اللي بيني وبين اخوك عادل من يوم معرفتك ده بيتبرشت علي وماشي يتكلم علي في كل حتة اقولك على حاجة ده بييجي القهوة هنا بيطلب مشاريب على حسابي بيقوله يا حتة على حساب محسن وادفع يا محسن انا مش بقول كده عشان اسخانك يعني مش محتاجة تسخين انا اكتر من كده هو ازاي يتجرق ويعمل كده ده غير كده بقى ماشي يلبلب علي في كل حتة وقالب علي الدنيا وانت عارفة انا راجل لعيب كورة مليش غير سمعتي وسمنتي اللي بجيت بيها جوان وبعدين انت براتي برضو اللي يلطني يلطي ده ليلته سودة بس لما شوفه طب انا هقولك على حاجة حصلت واحنا بنلعب في الدورة الرمضانية دورة كبيرة جدا وكنا بنلعب نادي عريق جدا اسمه نادي سياخ مبابا عارفة؟ لا مش مهمة قال علي ان انا باخد منشطات رياضية راحوا كاتبين في مجلة الحائط اللي في مركز شباب مبابا عارفة؟ لا مش مهمة ان انا بقيت هاترك ماول صالت يا مقصي؟ اه وغير كده كتير كتير بس انا برضو عايز اقولك ان انت اخوات وعمر الدم ما يبقى ميا اسمعي الكلام اللي انا بقولك عليه سواء استمرتي معايا او ما استمرتي ما تقوقوش مفهاش قوق دفترة عليك وانا ما اقبلهوش استنى علي استنى علي يا عادل بس لما شوفك مرسي يا طنت اه طبعا قديك اسمعتي كل الكلام اللي اتقال يعني اكدب وداني السوصة ابني والودان وداني والجهاز جهازي وبيسجل صح وقديك اسمعتي كل حال احنا كل اللي عايزينه بس ان احنا نقمن مستقبل سناء وبالمعقول شوف يا طنت كل الكلام اللي قالوا انا هعمل قده مرتين بس لازم حضرتك تعرفي ان كل برغوت على قد دمه وانا راجل جاي شاري عايز اني يقولولي اهلا وسهلا مش عايز اني يقولولي توكل على الله يا اخويا ما تقولش كده اللي فات مان جايز بالنسبة لحضرتك مات انما بالنسبة للاستاذ عادل لا زال ينبط انسى كل اللي قاله عادل خالص هنقعد مع بعض عادة تانية ونتفق وبالمعقول وانا هدفع فوق المعقول بمرتين كمان ها انتو طلباتكو ايه يعني الستة من اينا عاوزة تحس بالامان عايزة تقمن لها خط الدفاع يعني الشقة تبقى باسمها ومال الشقة تبقى باسمها حاضر بس طبعا ان حضرتك عارفة ان الشقة دي وقف من ايام الضزوي ومختار التتش ان شاء الله بعد اربعين سنة لما القديقة تخلص هكتبقى لها باسمها كويس قوي طيب والقايمة حطوا اللي انتو عايزينه في القايمة وانا هحط قدوا مرتين شفتانا حلو ازاي حلو قوي بس يعني ما نتكلمش في القايمة دلوقتي الا ما ننزل مع بعض ونشتري العافش على اقل اقل من مهلكم طب والمؤخر دي حاجة مفهاش فصال طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده كلام زي الفل مفهاش فصال بس ده امتى فحالة لو كانت العسمة في ايدي انما انا بقى جدعانة مني حخلي العسمة في ايديها تعمل فيها اللي هي عايزة تطلقني وترميني في اي وقت شفت بقى انا اجدع منكم ازاي عدك العيب تشرب حاجة سقعة انا بموت في الحاجات السقعة وبالذات العصير اللي انت بتعمليها طبعا يا ريتشو هاتشاي سخني استاذة رانيا ممكن اتكلم معاكي في موضوع رفاية لو سمحتيني اوكي انت جابت الكلام لبنيين انت عايزة تفترع علي وخلاص محسن كان بيسجلك على الموبايل بيسجلك يا خفيف بيسجلي؟ ماشي النادل الجبان طب انت ايش عرفك ان ده صوتي يعني وانت تعرفي صوتي منين كنت سمعتينه فين قبل كبه انها دولة منكين مشكلة يا دولة الخوف لا يكون مسك عليك صور مسك عليك صور وانت عمي خليك تدخل بينه وبينوفتي طب اقولك ايه معقولة هاتصدق واحد نذل زي ايدا واتجدب اخوكي اكذبه ازاي ده انتصوتك خرم وداني وهو طالع من الموبايل الف سلامة لا مدام خرم دا ودانا يبقى كده عن ده حق ادولك حق زراحة ولا انت بتدخل ليه مش عايزك تمتق خالص ما تنتقش ايوا اهو ما اسمتقش والعلمك بقى حركة ان هو يسجلي دي معناها ان هو انسان ملوش امان صح يا يا رامزي؟ صح دولة كده انت غرطان وهو عنده حق وبعد بيسجلي لا انا ما عايزك انا مش متضايقة من انه كان بيسجلك وانا بيسجلكش انا متضايقة من الكلام اللي انت قلته اه قلت ايه بس يا سنائق يا سنائق حبيبتي انا بقاملك مستقبلك يا هبلة مستقبلي انا قادرة بيه يا عادل انا فهم ارتب مستقبلي ازاي انت بتكره محسن وعايز تطفيش دي طلبات تطفيش مش طلبات تأمين الله عليك الله عليك طلبات تصمين ربنا خليك ليه يا دولة وبعدين انت يا هبلة انت مش ماتسبية يدفعش ممكن يجيلك بكرة اللي احسن منه ولا ايه اللي احسن منه بص عشان تبقى فاهم من الاخر اي حد في الدنيا احسن منك لو معزم عادية هتبقى احسن منك خلاص انت ايه اللي دخلك مني وبين اخوي انا وخيرا بنتكلم انت تدخلش منك بس يا سنائق خلاص 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 بيه حرام عليك سنائق الكلام اللي انا قلت قولك ده مش كلامي ده كلام امك اصلا كلام امي مش ممكن انت كذب انا امي لا يمكن تقولي الكلام ده قالت الكلام ده وخلاص لو مش عايز انت بقى تصدقى ممكن انت نروح لها ونسألها في مقصر اه نروح لها اتفضل 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 يا جماعة هوا ده الكلام يا جماعة يلا بينا نقفل البزار ونروح بقى اتفضل يا جماعة اتفضل يا جماعة انت بتدخل في حاجة ساك ولا نظف البزار على ما يجيالك ووسخه ونظفه تاني اعرف لو هو سخش علم اعرف ايه احسن لك ايه يرضيك يا ام ياسمين امال هيعمل ايه في جوازة ياسمين المسكينة لا يو ساز محسن هو جوازة ياسمين خاضعة للتخطيط المبدئي وهي اسر للتنفيذ والخوان ان انا بغسلها من وضعة نظر خماسية البعاعد لان انا بدأت اماحد لها من دلوقتي بس السؤال بقى هو هل عايز يعمل معي في جوازي زي ما عمل في جوازكم؟ هو عمل ايه في جوازنا؟ كتب الشقة باسمك كتب الشقة باسمي؟ لا 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 يا أستاذ محسن ده أصداك أن يتوقف على الثقة المفرطة بين الطرفين والتي لم يكن عليها أي نوع من أنواع الغبار أصله عايزني أكتب الشقة باسم سناء إنما طبعا حددك معك بوضع تاني تلاقيه كتب لك كل حاجة ومثباتك في القيمة هو الحقيقة يعني كل الهيكليات المادية في الوقت ده ما كانتش بتعنيني لأني كنت بنظر لها بنظرة مختلفة شوائد يبقى أكيد مثباتك في المؤخر المؤخر ده مهم قوي على رأي يومي الست المؤخر لا يقدمها لا يأخرها لا هو هو المؤخر ما كانش مفتعل كان كويس في حدود تلاتين أربعين مثلا لا تلتمية هو بسم الله يا ما شاء الله تلتمية ألف جنيه ده سكر عالي قوي تلتمية ألف جنيه لا خالص ده نول كانوا تلتمية جنيه لا ده على كده بقى بيحب اختو سناء قوي أكتر من حضرتك ده طالب مني مؤخر خمسين ألف جنيه وعلى رأي يوم الله يرحمها يعني كل ست وعلى قد ما قامها تفتكر برضي قصة محسن أصلها قالتلي على قد ما أتذكر اللي بيجي رخيص بيروح رخيص ماشي يا عادل طب أقول لك على حاجة فقى تصدق شايلها في قلبي وكتناها حتى الشابكة حتى الشابكة تشاركنا فيها لا إله إلا الله تشاركته في الشابكة ويا ترى إداكو واصل لا بدنيش واصل ماشي يا عادل يعني سناء أحسن مني أنا أنا ما قلتش الكلام ده ده الموضوع يعني جاب بعضه ومع ذلك يا ستي اللي راح راح واللي جاي جاي انت هنا؟ انت هنا يا استغلالي اللي بتستغل التكنولوجيا البريئة أسوأ استغلال بتسجلني؟ بتسجلني؟ يووو موبايله هو حري فيه يا أخي الكلام في البيت ده مع ماما يا ماما يا ماما احضرينا يا ماما إيه يا جماعة إيه فيه إيه؟ إحنا عيلة لازم نستحمل بعض وإذا كان هذا الغلط الغلط مرضو وأنا قلب كبير ويا ما سمعت ويا ما حزبت له جوان وهي كتوفصاين انت أصلا داخل العيلة دي متسلل إيه انت بس عشان نعرف نتفهم ما تخليش الراجل نزعج منك أكتر من كده الطلبات اللي أنا قلتها طلبات معقولة جدا يا سلام وانت عملت كده في جوازتك؟ اه اه صحيح تبنزيب بويك يا عيل انت زي ما تكتلش الشعب اسمي ها؟ ما كانش معايا ألم يا سلام يا سلام تبوي العيمة والمؤخر؟ أما أنا على منزل تجيب ألم كان الورق خلص يا سلام يا سلام يا أخي على مبررتك الهاشة التي تفتخد كل المعاني ماشي كده سخنت الدنيا عليها يا جبان محلو قوي انت قلت سخنت أنا لسه ملعبتش لا إلعب براحتك ده انت لسه هتشوف وانت لسه شوفت حاجة هشوف انا لما اتجوز أختك هتحس بالفرق من عشتها وعيشت مرات أخوها وحتحس انها هدقيه ست متساتسيتها متساتسيتها هاي متساتسيتها انت مش عارف تقولها أصلا شوف بقى أستاذ مين اللي هيجوزها لك الست دي؟ جرائية عادل انت قاوز تخرب على أختك وخلاص هيا كلمة واحدة لإما ينفذ الشروط اللي أنا قلت له عليها لإما مفيش جواز من أصلي وهيا كلمة واحدة اللي بقول هاي لك يا عادل ما حديش يتحكم في جوازي ولا أقول ينفع ولا ما ينفعش غيري أنا أنا أرفض أرفض إن أي حدي يتحكم فيي خارجيا الله الله وأنا كمان أرفض الأجنبي يا سلام خلعتيني خواجه يا أنا مقسمي بقولك ايه خليك معي أنا هنا انت بما كتبتش شقة بإسمي والقايمة والمؤاخر هزيب لك الميت وانش يا عادل الجون الأول وبسن الجزمة مزاعة للناس منك وبتقويني كلام ما قلتهوش دا الوحدة تحرم تتكلم معاك أكثر اه الجون التاني وبضل بتراح بص يا مصر جهز أمورك ورتب أمورك براحتك واحدد معادي الجواز وأول ما تجهز شاولي كده حجيلك بشانطة هدومي الجون التالي هاتريك بس كباوي يلا حلو استعد بقى وعد ساخن للماتش الجاي موسيقى 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 بس يا دولة ايه ايه ولا في ايه عمال بتستظرف وبتلفه حوالي في ايه روشني عايزة ايه اديني وديانك بس ولا أنا مش نقصة خالص ابعد من وش للوقت الساعة يا رمزي يا دولة دواك عندي دوا إيه يا عم الأجزخانة طوعني بس المرات يا دولة بص عارف لو قلت كلام تافي هعلقك من فتحة منخيرك في السقف انت فاهم؟ ماشي يا موحس ماشي يا موحس أوه قديك قربت يا دولة هو اسكت مش تلع الوقت محسن ده تلع ما بيخلفش ما بيخلفش؟ ده طلق سنة مخصوص عشان هي لم تتخلفش انت عرفت الكلام ده ازاي أنا؟ أنا أقول لك يا دولة أصل أنا نصحيت الصبح يعني لقيت نفسي مش مركز كده أيوة يعني وانت من إمتا صحيح؟ مرة لقيت نفسك مركز المهم خلص المهم يا دولة دخلت الحمام بقى ساكت ليه؟ أصل أنا طولته جوه يا دولة اسمعني بس يعني وانا قاعد جوه الحمام افتكرت ان مرات محسن ساكنة في حتة انا عرفها هب خدت نفسي وطلعت لها خبطت الباب فتح الباب نزلت المشاريب طفحت وشرفت ايه خلص طلقها ليه عرفت؟ يا دولة هو ما طلقهاش ده هي اللي خلعته قدته رجل يا دولة عشان تلقى ما بيخلفش بقولك ياه هارف يالا يا رمزي ايه الكلام ده معنى ايه؟ معنى ايه يا دولة؟ معنى ان انفراد وفي الوقت الضايع وأنا وكون فاضي وروح ترزعها في المقص انفرادigation التدوني الجبان اهدي بس اهدي هو جاي دلوقتي حاله جاي participate يا عجل ما لا 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 Saint مغلّة والبنوة والحاجات دي كلها انسك نفسك أول ما يجي مفجر فيها سنة سنة يا وجهة لا 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 انسك خالص هنعمل له خطة هنعمل نفسك هدية خالص أهلاً 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 زكى مناسف أهلاً وسهلاً يا سلام يا سلام منور البيت والله منور المنطقة والحتة كلها تفضل أحب الروح يا دي لا ما ولا اعترف بالهزيمة دا شيء ضروري تفضل يا حبيبي حبيب قلبي شوفي جبتلك ايه يا سنسن ترنجي صوت اهو تضربهولي ليلة الدخلة حيبقى اخر فانتاستيك عليك وعايز تجيب الخطيب التاني لا خطيب تاني ايه وعيال ايه واحنا بتوع عيال وكلام من ده معقولة يا حبيبي في جواز في الدنيا من غير عيال يا حبيبتي الان حيلخمونا عن بعض انا بحبك انت اه بتحبني يا دون يا واطيب بعد ما التاني رمتك بالجازمة ورمتك زي المتطلق وليلت الحنة يجب الله دا ايه اه هيا أيها هيا وضر 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 وحلو 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 موضو يارينا وإنه ونص الملعب ونص الملعب فاضي موسيقى 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 اشتركوا في القناة